اهلا بكم مشاهدين مجددا الى جولة في الصحافة العربية والعالمية لنهار اليوم البداية مع الحدث الابرز خلال الساعة القليلة الماضية حيث شنت بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية غارات جوية على اهداف للحوثيين في اليمن وهو العنوان الذي تصدر صحيفة التايمز البريطانية في هذا الجانب اكدت الصحيفة ان الطيران الحربي الامريكي والبريطاني شن فجر الجمعة غارات استهدفت عدة مواقع تابعة لجماعة صلى الله الحوثيين في اليمن واعلن الرئيس الامريكي جو بايدن ان الولايات المتحدة وبريطانيا وجهت ضربات للحوثيين ردا على هجماتهم على سفن في البحر الاحمر واستهدفت الغارات الامريكية والبريطانية قاعدة الديلمي الجوية الواقعة في جوار مطار العاصمة صنعاء ومحيط مطار الحديدة ومناطق في مديرية زبيد ومعسكر كهلان شرقي مدينة صعدة ومطار تعز واظهرت مقاطع مصورة تم تدابولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي انفجارات ضخمة تضيء السماء واصوات دوي قوية وهدير للطائرات تحت عنوان محاكمة اسرائيل في القدس العربي صورت صحيفة القدس العربي ولأول مرة المشهد التاريقي لجلوس اسرائيل في مقعد الاتهام امام قضاة اعلى محكمة تابعة للامم المتحدة بتهمة ارتكاب ابادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتحدثت الصحيفة عن تفاصيل الجلسة التي خصصت لسماع لائحة الاتهام التي حضرها فريق لجنوب افريقيا ضد اسرائيل والمتمثلة بممارسة افعال ابادة جماعية ضد الفلسطينيين شنت اسرائيل حملة شعواء على جنوب افريقيا واتهمتها بانها اداة قانونية لحركة حماس اما رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو ففوصل بالامر او فوجئ بالامر وبشكل غير مباشر الى وصف مندوب جنوب افريقيا بانه مندوب الوحش ننتقل الى صحيفة العربي الجديد وجولة بلينكين بلا نتائج ملموسة هكذا عنونت صحيفة العربي الجديد وقالت في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن اعطاء الضوء الاخضر للكيان لمواصلة العضوان اكدت الصحيفة ان زيارة وزير الخارجية الامريكي انطوني بلينكين لم تخرج بنتائج ملموسة ولو حتى بوضع اطار زمني للعمليات في قطاع غزة الى ان احتمالات التصعيد دافعت الادارة الامريكية الى البحث عن مخرج يحقق الهدف المطلوب نطالع ايضا مقال اخر في ذات الصحيفة حول موانئ اسرائيل الخاوية والاقتصاد الاسرائيلي الذي يعاني حيث قالت ان باتت العديد من السفن التجارية تتفادى الرسوفي الموانئ الاسرائيلية خوفا من هجمات سواريخ الحوثي كما فشل ايضا التحالف البحري الذي شكلته امريكا حتى الان في تأمين الملاحة بالبحر الاحمر وباب المندب ونجاح التحالف في مهمته تبدو شبه مستحيلة تؤكد صحيفة العربي الجديد وقالت ان التحالف فشل في تأمين السفن والبضائع المنقولة وان الاقتصاد الاسرائيلي يعاني بشدة خلال المدة الاخيرة الى صحيفة الاخبار اللبنانية اوكشتين يحمل خطة لاراحة العدو ومستوطنيه تقليص العمليات في غزة يساوي وقفها في لبنان هو عنوان نقرأه في صحيفة الاخبار اللبنانية وتساءلت في هذا الجانب ما الذي حمل المستشار الرئاسي الامريكي عموس هوكشتين على القدوم الى لبنان وهو تبلغ مسبقا بان لا مجال اي بحث حول الجبهة الجنوبية قبل وقف العدوان على غزة بحسب مصادر مطلعة للصحيفة صحيفة الاخبار اللبنانية فان تل ابيب تضغط بقوة على واشنطن لاقناع المسؤولين اللبنانيين بمنع حزب الله من مواصلة عملياته عفوا وان ملف المستوطنين النازحين بات يشكل عبءا ثقيلا على حكومة الاحتلال وهو ما حمله هوكشتين معه الى لبنان بحديثه عن ضرورة وقف العمليات العدائية مضيفا اليه تفسيره المخادع بان الوضع في غزة سيتحول من حرب الى منطقة عمليات عسكرية موضعية تقول صحيفة الاخبار اللبنانية الغد الاردنية وتحت عنوان تهمة الابادة الجماعية امام العدل الدولية تقلق الاحتلال افرزت صحيفة الغد الاردنية حيزا صغيرا للحدث كشفت عن تصريحات للمتحدث الاسبق باسم جيش الاحتلال الصهيوني في لبكين تحدث خلالها في خريطة او عن خريطة حدودية للكيان المحتل والممتدة من لبنان للصحراء الكبرى اي المملكة العربية السعودية والبحر الابيض المتوسط او من البحر الابيض المتوسط عفوا الى الفرات بما تضم معها مكة والمدينة وجبل سيناء على حد وصفه وزعمه ما اثار غضبا عارما مشاهدين وتعود الصحيفة لتؤكد ان تصريحات افي تعتبر عن او تعبر عن حلم صهيوني قديم وتتطابق مع وثيقة تدعى وثيقة ينون للصحفي الاسرائيلي اوديد ينون المستشار السابق لرئيس الوزراء الصهيوني الاسبق ريال شارون ونشرت لأول مرة عام 1982 وتقول الصحيفة ان وثيقة ينون ترتكز على اقامة اسرائيل الكبرى على افتراض تقسيم الدول العربية كجزء من المشروع التوسعي الصهيوني مشاهدين كانت هذه ابرز المقالات المتداولة في الصحف لنهار اليوم ختام هذه الجولة السلام عليكم